موسيقى الحذية عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابع بتوقيت جرنج مصر وأمريكا علاقات مضطربة وانعكاسات على المنطقة بكاملين منذ منتصف السبعينيات باتت مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية حليفا استراتيجيا هاما لواشنطن في الشرق الأوسط تحالف تعزز بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وأصبحت القاهرة أحد أهم متلقي المعونات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية إلى جانب إسرائيل بالطبع لكن التغييرات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا تركت بصمتها على العلاقات بين البلدين ولا يخفى على أحد الاتهامات التي كانت توجه لواشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين وقبل أيام أوقفت الولايات المتحدة جزءا من الدعم العسكري الذي كان مقررا لمصر واليوم حذر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي من أن تدهور العلاقات بين بلاده وواشنطن سينعكس سلبا على الشرق الأوسط برمته مصر وأمريكا علاقات مضطربة وانعكاسات على المنطقة بكاملها موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية حوار الليلة مع مهند الخطيب نرحب بضيوفنا في حوار الليلة معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع معنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك معنا من لندن الخبير في الشؤون الدولية طارق حجي بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك قبل النقاش هذا موجز من الأنباء مصر وأمريكا علاقات مضطربة وانأكاسات على المنطقة بأكملها موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية أرحب مرة أخرى بضيوفنا معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع معنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك ومعنا من لندن الخبير في الشؤون الدولية الأستاذ طارق حجي وذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف أبدأ معك دكتور حسن مساء الخير كل عام وانت بخير بداية لقاء لسيد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري مع صحيفة الأهرام لقاء مهم تصريحات خطيرة اعتبرها البعض فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية المصرية السيد نبيل فهمي يقول نحن الآن في مرحلة حساسة تعكس حالة الطراب في العلاقات بين البلدين ومن يقول غير ذلك ليس صادقا في قوله ماذا يعني حالة الطراب وعلاقات غير مستقرة برأيك؟ يعني بكل بساطة أن العلاقات المصرية الأمريكية تدخل مرحلة جديدة وأنه لن يكون بوسع الولايات المتحدة أن تملي على السياسة المصرية مسلم اعتادت ربما لمدة 30 عاما مضت أن تملي عليها ما تريد مصر الآن صحيح أنها في مرحلة انتقالية وصحيح أنه لم تتشكل حكومة مستقرة بعد ولكن هناك ضغوط شعبية هائلة لإعادة تقييم العلاقات المصرية الأمريكية خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عدة مواقف خاطئة في السنوات القليلة الماضية هي تمسكت بالرئيس حسن مبارك حتى آخر لحظة رغم الإرادة الشعبية الهائلة في إسقاط نظامه ثم تمسكت بالدكتور مرسي في آخر لحظة رغم الحشود الكبيرة في 306 التي خرجت لتحاول سحب الثقة منه والتي تؤكد أنها ترغب في انتخابات رئاسية مبكرة وهي الآن تتخذ قرارا يحدث لأول مرة صحيح أنها حدثت تهديدات بقطع المعونة الأمريكية أو جرت محاولات من جانب الكونجرس أو أجهزة أمريكية أخرى للضغط على مصر من خلال المعونة الأمريكية لكن فيما أظن أن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها الولايات المتحدة تجميد مساعدات عسكرية لمصر عسكرية بالذات لأن الولايات المتحدة ووزارة الدفاع تحديدا كانت شديدة الحرص فيما مضى على أن تبقى العلاقات المصرية الأمريكية فيما يتعلق بجانبها العسكري مصانة ومحفوظة من كل التقلبات الآن مع قطع هذه المعونة من الواضح أن الكيل فاض بالشعب المصري الذي بدأ يمارس ضغوط حقيقية على صانع القرار المصري لكي يعيد النظر في العلاقات المصرية الأمريكية برماتها لكن لا أتصور أن تقدم مصر على اتخاذ قرارات انفعالية ولكنها تدرك أنه بات الآن أن تفتح أكثر على العالم الخارجي وعلى كل القوى الأخرى وأن لا تضع بيضها كله في سلة الولايات المتحدة الأمريكية طيب سنعود إلى مسألة الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع الخيارات التي تحدث عنها بشكل مسهب أيضا وزير الخارجية المصري في هذا اللقاء أعود إلى أو أتوجه إلى واشنطن مع الدكتور ديفيد بولوك مساء الخير يا دكتور بولوك يعني مصر كانت لفترة طويلة عقود طويلة الحليف الأبرز لواشنطن في المنطقة مسألة المعاهدة مع إسرائيل مسألة أساسية بالنسبة لاستقرار المنطقة من وجهة نظر واشنطن هل تجازف واشنطن بمثل هذه القرارات بإعادة هذه العلاقات إلى الوراء كثيرا كما يقول البعض أم أن قرار أمريكا تجميد هذه المساعدات جزئيا هو مجرد صفعة تحذيرية للسلطات في مصر لا أكثر أنا أعتقد أولا الجدير بذكر كما أنت ما قلت هذا التجميد جزئي ومؤقت كمان يعني في نفس الوقت الإدارة الأمريكية لقد أعلنت أنه هناك في المستقبل القريب احتمال إعادة النظر في إكمال هذه المعاونة العسكرية من أمريكا إلى مصر ولكنها وضعت شروطا لذلك الشروط الشرط الوحيد حسب الإدارة الأمريكية هو التقدم في سبيل الديمقراطية في مصر وأنا شخصيا أنا أريد أن أقول أنا أظن أن هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية خطأ أنا قلت وأنا كتبت بعض مقالات عن هذا الواضع وأنا أقول بصراحة أن أنا شخصيا أنا أعتقد أن هذه الخطوة غلط مطلقا ولازم من ناحية أمريكا ومصر حسب المصالح المشتركة لهم لازم الاستمرار بالمعاونة كاملة عسكرية واقتصادية من أمريكا لمصر وعلى الرغم من ذلك أنا أؤكد وأكرر أن الشرط الوحيد حسب البيت الأبيض والكونغرس هو التقدم في سبيل الديمقراطية في مصر وليس هناك أي ارتباط مع إسرائيل أو مع مصالح استراتيجية أخرى أو مع مشاكل أو خدايا أخرى في العالم طيب يعني بغض النظر إذا كانت الخطوة القرار الأمريكي خطأ أم لا هذه المعونات تقدم لمصر بناء على معاهدة سلام وهذه المساعدات كما يقول البعض هذه المعاهدة لا يمكن تجزئتها لا يمكن أن نضع شروطا على معاهدة مضى عليها 30 سنة ونقول الآن لن نقدم المساعدات لأنه كذا وكذا وكذا على كل حال دعني أنتقل إلى الأستاذ طارق حجي في لندن مساء الخير أستاذ طارق كل عام وانت بخير الخارجية الأمريكية تقول نحن نعتقد بأن العلاقات الأمريكية المصرية ستكون في أقوى حالاتها حين تمثل مصر حكومة شاملة منتخبة ديمقراطيا تماشيا مع حكم القانون والحريات الأساسية والاقتصاد المنفتح المبني على المنافسة ما الغلط في ذلك؟ الغلط في ذلك يا سيدي هو نبرة التعالي والاستثنائية التي تتكلم بها الولايات المتحدة لو قرأت مقال الرئيس بوتين في واحدة من أهم الصحف الأمريكية بالضبط عن الاستثنائية أنا يا سيدي شرفت بلقاء الرئيس بوتين من 21 يوم في موسكو وأمضيت معه مدة طويلة وقلت له أن هناك لحظة تاريخية لإعادة النظر في العلاقات المصرية الروسية ولكن إصبح لي أن أقول عدة جمل قصيرة العلاقة المصرية الأمريكية في عهد عبد الناصر كانت تقوم على المناطحة وهذا خطأ ولكن في عهد الرئيس السادات كانت تقوم على التبعية وهذا خطأ أكبر وفي عهد الرئيس مبارك كانت تقوم على التبعية المذلة وهذا خطأ أكبر وأكبر أما في عهد مرسي فكانت تقوم على تحالف مشين للطرفين ونحن لسنا الآن بصدد تفصيل هذا التحالف مصر الآن في لحظة تقتضي مننا أن نقوم بإعادة النظر في هذه العلاقة أنا أرى أن مصر سوف تكون على طريق الصواب عندما ترفض هي المعونة الأمريكية تماما الشعوب ذات الكرامة لا تقبل المعونات بهذه الكيفية ناحية الأخرى هذه المعونة تعود بالفائدة على الجانب الأمريكي أضعاف ما تعود به على الجانب المصري ثالثا نريد أن نخرج من تلك التبعية الذليلة وأنا أؤيد الدكتور حسن نفع في ذلك إلى علاقة غير مشوبة بالانفعال والغضب والرضى أو النوم على كتف أمريكا كما كان يريد السادات أن يفعل الآن هناك لحظة تاريخية أمريكا في أضعف أوقاتها التاريخية هي تتحدث عن الإكسبشناليزم لكن في الحقيقة هي في وضع اقتصادي ضعيف ووضع مالي ضعيف ووضع دولي ضعيف وفي يد رئيس في غاية الضعف هذه فرصة لمصر لكي ترسم قواعد علاقة جديدة تليق بما قاله نابليون منذ 200 سنة مصر ليست بلدا مصر هي البلد وكما قال نابليون مصر هي أهم اسم على خريطة العالم عندما نترك إلى السطحية الأمريكية سوف نقبل تلك النبرة المتعالية نبرة الكاوبوي التي يتحدثون بها ويقولون بشرط أن تسير مصر على الديمقراطية من أنت يا سيدي لكي تقول بشرط أن تسير مصر على الديمقراطية هذا عبث من هو الدولة الأخوة في العالم أستاذ طارق اسمح لي أنت تقول الشعوب التي لديها كرامة ترفض المعونة في نهاية المطاف أنت بحاجة أن تطعم شعبك لن تطعم شعبك كرامة كل يوم هناك حاجات أساسية تحتاجها مصر يا أستاذ مهند المعونة الأمريكية ليست للشعب المصري المعونة الأمريكية 1.7 مليار منها 400 مليون للشعب المصري و31 من عشر للجيش المصري أمريكا كان يهمها الجيش المصري أضعاف الشعب المصري ولم تهتم بالشعب المصري أبدا ولا تهتم أبدا بأي شعب من الشعوب أمريكا الآن نريد أن نعيد تفصيل علاقتنا بها بحيث تقوم على المصالح دون الإنفعال وأمريكا سيدي جاءت لمصر من ثلاث دول عربية فقط عشرة أضعاف المعونة الأمريكية في 30 يوم فدعنا نسمي الأشياء بأسمائها أمريكا عاجزة على أن تفهم دور مصر أمريكا التي تحالفت مع الإخوان لا يمكن أن تكون نصيرا لمصر نريد إعادة النظر في هذه الشراكة مع هذا الكوبوي الذي لا يريد أن يتثقف لا يريد أن يتعلم يريد أن يذهب 30 مرة ويضرب البلدان من الهواء ماذا فعلت أمريكا بالعراق يا سيدي ماذا فعلت ماذا فعلت بأفغانستان هذا ما نأخذه من الجهل قبل أن أعود إلى الدكتور حسن أود أن أستمع إلى إجابة من الدكتور بولوك على بعض هذه الملاحظات هذا الكوبوي الأمريكي الذي لا يفهم المنطقة ولا يفهم دولة مثل مصر ويتصرف بشكل متعالي وهذه الإدارة الأمريكية الضعيفة التي تتخذ قرارات خاطئة شاهدنا ذلك فيما يتعلق بسوريا وفيما يتعلق بإيران والآن فيما يتعلق بمصر لماذا كل هذا التخبط دكتور بولوك برأيك في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية أسئلة كثيرة أعظم هذا جيد وصعب ومعقد ولقد أنا أؤكد مرة أخرى أنا شخصيا أنا لا أتفق مع هذا القرار الأمريكي وهذه فعلا ديمقراطية يعني المواطن لديه الحرية الكاملة لعدم الاتفاق مع الحكومة وهذا أنا أعتقد هذا الوضع الحقيقي في أمريكا وأنا أمثل شخصيا هذا الوضع ولكن أنا أظن أن الأمريكا ليست مسؤولة بالتطورات داخل مصر الشعب المصري هو المسؤول ونحن في واشنطن سواء كان إدارة أوباما أو إدارة بوش أو كل إدارة ما يمكن نحن نعترف بهذه الحقيقة وأنا أستغرب إلى حد ما من كلام الضيوف الآخرين المحترمين لأنهم يبدوا أنهم يتخلون من مسؤولية مصر وشعب المصري لمصير مصر أمريكا ليست مسؤولة بذلك وليست متهمة بذلك والحقيقة أننا في واشنطن لقد اعترفنا بانتخاب الإخوان المسلمين في سبيل أو في أسلوب ديمقراطي في مصر في الانتخابات وكذا نحن كنا ونحن الآن نعترف بالحكومة المؤقتة المصرية الراهنة التي أنا أعتقد تمثل إرادة الشعب المصري والحقيقة أن التدخل الأمريكاني في شؤون مصر الداخلية محدودة جدا ونحن نعترف بذلك تماما دكتور حسن ما رأيك أولا هل هو تدخل محدود جدا في الشؤون المصرية كما يقول الدكتور بولوك بعدين يقول أنتم تتخلون عن المسؤولية تجاه شعبكم هذه ليست وظيفة أمريكا أن تقوم بذلك ما رأيك القرار الأمريكي يحاول في واقع الأمر التأثير على صياغة السياسة الداخلية الأمريكية الولايات المتحدة تقول أنها اتخذت هذا القرار حتى تضمن أن العملية السياسية الحالية تسير في اتجاه ديمقراطي لكن منذ متى كانت الولايات المتحدة تهتم حقيقة بالديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط؟ هل الحكومة السعودية حكومة ديمقراطية على سبيل المثال؟ هل حكومة قطر حكومة ديمقراطية؟ هل العلاقة مع حكومة الرئيس المبارك؟ هل كانت الحكومات في عهد الرئيس المبارك حكومات منتخبة ديمقراطيا؟ المشكلة الآن التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعتقد أن التحولات التي تجري في الداخل المصري ليس لصالح الولايات المتحدة عندما تصبح هناك حكومة ديمقراطية حقيقية وللأسف الشديد أن الدكتور محمد مرسي لم يستطع استغلال الفرصة التي أتيحت له لدفع العملية السياسية في اتجاه ديمقراطي ولذلك الشعب الذي خرج في 30 نيونيو كان في الواقع يريد التحول الديمقراطي وهذا التحول الديمقراطي هو الذي سيعيد صياغة السياسة الخارجية المصرية بما يضمن أن تكون السياسة الخارجية المصرية معبرة عن مصالح الشعب المصري الولايات المتحدة تريد نظاما يحقق المصالح الأمريكية أولا ويحقق المصالح الإسرائيلية بصرف النظر عما إذا كان يعكس إرادة الشعب المصري أم لا والآن هذه هي الفرصة التاريخية الولايات المتحدة استخدمت المعونة كأداة للتأثير على إرادة الشعب المصري على سياسة المصريين في الداخل على طريقة اختيارهم للحكومة التي يريدونها وأعتقد أن هذا يمثل فرصة كبيرة وتاريخية أمام الحكومة المصرية إن كانت حقا تعبر عن إرادة الشعب المصري أن تعيد صياغة السياسة الخارجية المصرية وفي مقدمتها العلاقة مع الولايات المتحدة بما يتناسب مع المصالح الوطنية العليا لهذا الشعب المصري وليس وفقا للمصالح الأمريكية أو المصالح الإسرائيلي إن كانت هناك أرضية مشتركة للعلاقة أهلا وسهلا ولكن الولايات المتحدة اعتادت على أن تملي على مصر سياستها الخارجية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة وهي تدرك الآن أننا أمام نقطة التحول الشعب المصري يرفض هذه التبعية المطلقة ويريد سياسة خارجية متوازنة سياسة خارجية تعبر عن مصالحي وليس عن مصالح أي طرف آخر أستاذ طارق أنت وصفت سياسة مصر وتعاملها مع الولايات المتحدة خلال فترة عبد الناصر بأنها كانت مناطحة خلال فترة السادات التبعية خلال فترة مبارك تبعية مذلة وخلال فترة مرسي تحالف مشين للطرفين البعض قد يقول أن تعامل السلطات الحالية في مصر مع واشنطن هو من باب المكابرة كيف يمكن لمصر بكل سهولة أن تقول سأتخلى عن الولايات المتحدة وسأبحث عن حلفاء آخرين هذا فرض عيني يا سيدي على مصر أن تعرف أنها ليست بلدا من بلدان الشرق الأوسط وإنما هي المحور الأساس للشرق الأوسط ليس فقط المحور الوحيد ولما أقول المحور الأساس سوريا دولة مهمة العراق دولة مهمة ولكن هذه البلدان حطمت أو بسبيل التحطم أنا أقول فقط أن مصر تستحق أن يكون لها سياسة استراتيجية أهم من التبعية وتستطيع أن تحقق ذلك بين علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة ولكن علاقات أخرى متوازنة مع روسيا مع الصين مع الهند مع كثير من البلدان ولكن دعني أعلق نحن لسنا متخلين عن الداخل نحن نعمل ليلة نهار من أجل أن تنجح التجربة الحالية ومن أجل أن تعود مصر إلى دولة مدنية أعرف أن الدكتور حسن نفع كان له كفاحه في الفترة السابقة وكان لي أيضا وليه الآن من أجل أن تنجح التجربة الحالية فنحن لسنا متخلين عن دورنا كما قال الزميل من واشنطن ولكن نحن نريد من الولايات المتحدة الأمريكية عدم التدخل في شؤوننا هو يقول أنها لا تتدخل وأنا أقول له مع كل احترامي له وأنا زرت معهد واشنطن أكثر من مرة وتكلمت فيه اسمح لي أن أقول السفيرة آم باترسون كانت تجتمع بقيادات الإخوانة يوميا وأنا كتبت لها في الصحف المصرية وفي الصحف الأمريكية رسائل مفتوحة عن هذا الحوار غير المسؤول وغير المقبول كانت تلتقي بخيرة الشاطر يوميا وكانت تلتقي بقيادات الإخوان وكانت تأمل أن يبقى الإخوانة في الحكم لكي ينفذوا لإدارتها الدور المطلوب في الوصاية على حماس وعلى أشياء أخرى فدعنا لا نلقي الكلام على عواهنهم هذه نقاط مهمة جدا سأعطيك المجال لتفصلها أكثر بعد الفاصل ولكن المضطرين أن نتوقف مع فاصل نعود بعده لمتابعة هذا الحوار وسأسأل عن البدائل التي تحدث عنها وزير الخارجية المصري في سياسات مصر الخارجية بعد الفاصل نوصل لحوار الليلة حول مصر وأمريكا علاقات مضطربة ونعكاسات على المنطقة بأكمالها أرحب مرة أخرى بضيوفنا في هذا الحوار معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع معنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك معنا من لندن الخبير في الشؤون الدولية الأستاذ طارق حاجي أذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك هذه الآن بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين المشاهدة صباح المعلم تقول في مشاركة لها على فيسبوك أمريكا هي السبب بالخراب الذي حل بالشرق الأوسط بسبب دعمها للفاشية الدينية بحجة الديمقراطية طارق علاء يقول من جهته أعتقد أن هذا الاضطراب يأتي في مصلحة مصر في إعادة ما فقدته وليس العكس أما أحمد عن ناوي فيؤكد أن ثورة يونيو كانت بمثابة الزلزال الذي سيقضي على قوة أمريكا في المنطقة إذا خسرت أمريكا أكبر خلفائها في المنطقة المشاهد عمر محمود يشير إلى أن العرب جميعا مصالحهم مشتركة وما تتأثر به مصر سوف يؤثر على الدول العربية بكاملها والتاريخ يؤكد ذلك محمد نظمي يشير إلى اضطراب علاقة الطرفين بقوله أكيد يؤثر بالسلب لأن مصر ليست دولة بسيطة وإنما هي دولة محورية فقد تمرض ولكن لن تموت أما بهناس كمال فبعث بمشاركة عبر تويتر يقول فيها أعتقد أن اضطراب العلاقة الأمريكية المصرية محدود ولن يكون له تأثير على الشرق الأوسط أخيرا عبد الباصط بوخريس يلخص الموضوع بقوله أمريكا دولة لا تؤمن إلا بالمصالح ولذلك فإنما يحدث الآن لا يتجاوز كونه سحابة صيف سرعان ما تنقشع أعود إلى ضيوفي وأتوجه إلى الدكتور بولوك في واشنطن لفتتني المشاركة من المشاهدة صباح المعلم التي تقول أمريكا هي السبب في الخراب الذي حل بالشرق الأوسط بسبب دعمها للفاشية الدينية بحجة الديمقراطية ما رأيك؟ أنا أعتقد بكل الاحترام للأسف الشديد أنه أنا أفهم أن هذه النظرية منشورة يعني واسعة التأثير في المنطقة ولكن بصراحة وبكل الاحترام غلط مطلقا أمريكا تعترف بنتائج الانتخابات الديمقراطية الحرة في كل مكان في كل مكان الذي هناك انتخابات كذلك نعم ولكن ماذا عن دور السفيرة عن باترسن الذي تحدث عنه الأستاذ طارق قبل قليل لقاءها مع قيادات الإخوان الصف الأول من هذه القيادات ألا يمثل ذلك تدخلا سافرا في شؤون الداخلية لو سمحت يا مدير لا أبدا بالعكس الشعب المصري هو الذي انتخب الإخوان المسلمين للبرلمان والرئاسة وليس أمريكا ليست أمريكا التي فعلت ذلك وشعب في تونس هو الذي انتخب النهضة الحزب الإسلامي للقوة في البرلمان تبدأني أذكرك دكتور بولوك أن الشعب في فلسطين انتخب حركة حماس طب لعدة أعوام والأمر كان مختلف نوعا ما والنقطة المهمة التي ذكرتها الضيف الثاني المحترم هو صحيح في سعودية أو في دول الخليج بشكل عام ليس هناك ديمقراطية وعلى الرغم من ذلك أمريكا تحالف معها وتدافع عنها وهذا صحيح ولذلك أنا أقول أنه كما قالوا الضيوف الآخرين والمشاهدين الكرام كل بلد كل دولة في العالم تدافع عن مصالحها وفي نفس الوقت تحاول أن تقدم قيامها أو أخلاقها والفن الحكمي يمكن أن نقول هو التوازن بين هذين الهدفين الاثنين لكل بلد في العالم أمريكا، روسيا، مصر وكذا وكذا ولذلك طبيعي نفاق إلى حد ما في مواقف كل دولة في العالم والنقطة الأخيرة التي أنا أريد أن أقول أنه أنا أعتقد بصراحة وبكل الإحترام أنه هناك سوفاء كبير بنسبة للسلام في المنطقة هذا الحال هذا السلام في المنطقة يخدم مصالح مصر وليس ذلك معروف أو مطالبة أمريكا أو إسرائيل أو أي بلد آخر في العالم هذا حالة السلام يخدم مصالح الجيش المصري والشعب المصري ودولة مصر ولذلك أنا أعتقد أنه سوى أكان مساعدة أمريكية أم لا مصر للدفاع عن مصالحها يمكن أن أو أنا أريد أن أقول تحتاج أن تستمر في سبيل السلام في المنطقة وليس في سبيل الحروب المتكررة كما حصل في الماضي دكتور حسن ما رأيك فيما تفضل به الدكتور بولوك وهل ابتعاد القاهرة عن واشنطن إلى حد ما يعني بالضرورة أن تبتعد مصر عن مؤهدة السلام مع إسرائيل دعني أولا أؤكد على أن المشكلة في القاهرة وليس في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن الحكومات المتعاقبة كانت تعتقد أن دعم الولايات المتحدة لها أهم من دعم الشعب وهي لم تكن حكومات منتخبة انتخابا حقيقيا وبالتالي كانت تنظر إلى الدعم الأمريكي لها على أساس أنه ضروري لاستمرار هذه الحكومات حتى الرئيس محمد مرسي المنتخب أعتقد أنه كان هناك حوار جرى بين الولايات المتحدة وبين جماعة الإخوان المسلمين لكي تفتح الولايات المتحدة الطريق أمام جماعة الإخوان لتصل إلى الحكم دون أن يكون عليها نوع من الفيت وإلى آخره وبالتالي حتى هذه اللحظة لم تكن هناك أي حكومة مصرية حقيقية يعني باستثناء فترة جمال عبد الناصر الذي بدأ فترة حياته وهو يؤمل كثيرا على الولايات المتحدة ودورها ولكن سياسة الولايات المتحدة المنحزة بشكل مطلق لإسرائيل والمعادية للمصالح المصرية هي التي دفعت جمال عبد الناصر للانفتاح على الاتحاد السوبيتي في ذلك الوقت والحصول على أسلحة كانت ترفضها الولايات المتحدة التي سحبت تمويل السد العالي إلى آخره كل هذه الأمور فعندما تكون هناك حكومة تستند إلى الإرادة الشعبية المصرية وتعبر عن هذه الإرادة المصرية تكون في وضع يسمح لها بالتعامل مع الولايات المتحدة بندية أعتقد أننا نقترب من الدخول مرة أخرى في هذه المرحلة بمعنى أن الحكومة القادمة إن شاء الله في مصر والتي ستكون حكومة منتخبة ومعبرة عن الإرادة الشعبية ستكون في وضع أقوى بكثير من الحكومات السابقة وبالتالي سيسمح لها هذا الاعتماد على الإرادة الشعبية أن تتعامل بندية مع الولايات المتحدة من منطلق المصالح المصرية وليس من منطلق الحرص على المصالح الأمريكية التي تحتاجها لدعمها الشخصي أما فيما يتعلق بالمعهد مع إسرائيل دعني أقول لك أن السلام لم يتحقق في العالم العربي رغم معاهدة المعاهدة المصرية الإسرائيلية وللأسف الشديد مصر تحارب الآن الإرهاب في سيناء بسبب الفراغ الأمني الذي أوجدته معاهدة السلام مع إسرائيل وبالتالي إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل أدر بالأمن القوم العربي ضررا بليغا وأدر أيضا بالأمن المصري ونحن نشهد نتائجه الآن في التواجد الإرهابي تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة داخل سيناء التي أفرغت من الأمن المصري وبالتالي لم يكن ممكن أن يملأ هذا الفراغ سوى جماعات إرهابية وربما تم هذا بضوء أخضر إسرائيلي حتى تستطيع أن تضغط على الحكومات المصرية المختلفة لأسباب استراتيجية إلى آخر ولكن دعني أقول لك أن أنا أمام فرصة الآن لإعادة تصحيح كل هذا الخلل بما في ذلك الخلل القائم في معاهدة السلام المصرية فيما تعلق بالفراغ الأمني الموجود في سيناء وسوف تحاول مصر أن تتصرف على اعتبار أن حماية الأمن الوطني المصري هو ضرورة مقدمة على أي اعتبار آخر أستاذ طارق في لندن وزير الخارجية المصري الحقيقة تحدث ليس فقط عن عدم الاستقرار والاضطراب في العلاقات ذهب إلى أبعد من ذلك ليشير إلى أن مصر تبحث ربما في المرحلة القادمة عن خيارات عن بدائل أخرى غير واشنطن يقول حالة عدم الاستقرار التي تسود العلاقة ليست وليدة اليوم أو فقط بسبب قرار أمريكي غير صائب الحقيقة أن المشكلة تعود لما قبل ذلك بكثير وسببها أن اعتماد بصر على المساعدات الأمريكية طوال ثلاثين عاما جعلنا نختار البديل السهل ولا ننوع خياراتنا كما أن توفير هذه المساعدات على مدى ثلاثة عقود دفع الولايات المتحدة إلى المبالغة في الافتراض خطأا بأن على مصر التماشي دائما مع سياساتها وأهدافها هل نحن فعلا بصدد مرحلة جديدة تحاول مصر أن تجد فيها خيارات أخرى غير واشنطن أنا أوافق سيد نبيل زميل الدراسة في المدرسة منذ سنوات طويلة وافقه على هذا الطرح وأؤمن بخطأ وخطيئة العلاقة المصرية الأمريكية ليس فقط خلال عهد مرسي ولا حسني مبارك ولكن أيضا خلال عهد أنور السادات أنا أؤمن أن هناك فرصة تاريخية لإقامة علاقات استراتيجية قوية مع روسيا روسيا تقدر مصر تحترم مصر اسمع يا أخي بوتين وهو يتكلم عن تاريخ مصر وكيف تعلم في المدارس معنى كلمة مصر أنت لن تسمع هذا من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه أيضا يتحدث عن النظام في سوريا سيد طارق بنفس الطريقة يا سيدي النظام في سوريا خطيئة ولكن لا اسمعني إذا سقط النظام في سوريا وحلت المعارضة محله فلن تكسب المعارضة المدنية وأنا معه تماما في أننا أمام أمرين أمام السيء والسيء جدا وعلينا في سوريا أن نولد حل ثالث خلينا نرجع لمصر بسرعة نرجع لمصر نعم نرجع لمصر مصر أمامها الآن فرصة لصياغة علاقة ممتازة مع روسيا علاقة ممتازة مع الصين علاقة ممتازة مع عدد من الدول العربية التي أيدت مصر خلال الشهور الماضية ومصر يا سيدي أنا أقول الزميل من واشنطن دي سي وأقول له أنني تكلمت مرتين في معهدك وأيضا أحترمك ولكن أنت تعرف جيدا أن هناك حوار إخوانجي أمريكي من عام 2003 أنت تعرف وأنا أعرف ونعرف من هم الوسطاء ونعرف ماذا قام به فلان وأنا شخصيا كنت أذهب إلى واشنطن أذهبت عشرين مرة في السنة العشرين سنة الماضية كان إليوت أبرامز وأنت تعرفه يقول لي في كل مرة يلقاني نحن نسمع من سعد الدين إبراهيم أن الإخوان قوى ديمقراطية ونسمع من طارق حجي أن الإسلام السياسي لا يمكن أن يكون قوى ديمقراطية هو يعرف أن الحوار الإخوانجي الأمريكي قديم وأن أمريكا ساندة الإخوان بل يعرف أن نتيجة فوز مرسي مشكوك في أمرها ليس هذا هو المهم الآن المهم هو أن المصريين وأنا منهم لن ينسوا للولايات المتحدة الأمريكية أنها آمنت أن الإخوان قوى ديمقراطية نحن لن ننسى هذا طيب أستاذ طارق فقط فرصا على الوقت إذا سمحتني أود أن أتوقف مع فاصل أخير أعود بعده لأن نناقش النقطة التي أثرتها أنت والتي تحدث عنها الوزير فهمي مسألة إمكانية التحول نحو روسيا هل تتجه القاهرة في الفترة القادمة نحو موسكو بعد الفاصل نوصل الجزء المتبقي من حوار الليلة حول العلاقات المضطربة كما وصفها وزير الخارجية المصري بين واشنطن والقاهرة أعود مرة أخرى إلى الدكتور ديفيد بولوك دكتور بولوك السيد فهمي تحدث بشكل مفصل في هذا اللقاء أو المقابلة عن الخيارات عن تبديل الخيارات وإمكانية أن يحدث ذلك في الفترة القادمة تحدث وقال في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو أصبح من المحتم أن تكون علاقاتنا بالخارج علاقة بين شركاء حقيقيين وذلك من منطلق توسيع البدائل المتاحة تعظيما للمصالح الوطنية المصرية وليس بهدف استبدال طرف دولي بطرف آخر وهذا ما دفعنا إلى إعادة توثيق العلاقات مع روسيا هل برأيك يمكن أن نشهد في الفترة القادمة توجه مصري مختلف باتجاه روسيا بدلا من الحليف التقليدي الولايات المتحدة طيب أنا أولا أنا شخصيا أنا أرحب بتنويع العلاقات المصرية وخاصة تنويع مصادر الأسلحة أنت ترحب ولكن هل واشنطن ترحب أنا أعتقد أن الجواب نعم ترحب بذلك لماذا؟ لأننا نفهم بالوضوح أنه ليس هناك تناقض بين علاقات جيدة بين مصر وأمريكا من ناحية ومصر والروس من ناحية أخرى وكذا وكذا ليس هناك تناقض هذا طبيعي في كل أنحاء العالم ونحن نرى أنه بالإضافة إلى روسيا هناك الخيار يمكن أن يسمى الفرنساوي أو البريطاني أو الصيني والهندي كما ذكر أحد الضيوف الآخرين ولذلك أنا أعتقد أنه في المستقبل توازن طبيعي ومعقول بين الحلفاء أو أصدقاء مصر في الخارج هذا مقبول جدا من ناحية واشنطن كما قال الوزير خارجية مصر دكتور حصل ما رأيك؟ هل بالفعل يمكن أن نشهد مثل هذا التحول؟ هل واشنطن سترحب كما يقول الدكتور بولوك بمثل هذا التنويع؟ على السؤال لي؟ نعم لك دكتور حسن نعم أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة إطلاقا بتغير نمط العلاقة بينها وبين مصر من نمط تبعية كاملة تقريبا أو مطلقة إلى نمط يعتمد على استقلال القرار المصري وتوجيه السياسة الخارجية المصرية بما يتناسب مع المصالح المصرية ولكن دعني أقول لك شيئا أعتقد أنه مهم الذين يتصورون أن بإمكان مصر أن تعيد العلاقة إلى نمط العلاقة مع الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي سقط وانتهى وروسيا الاتحادية الآن ليست هي الاتحاد السوفيتي ونحن لسنا يعني النظام لن يتحول إلى نظام سنائي القطبية النظام الدولي سيتجه نحو نظام متعدد الأقطاب وبالتالي على مصر أن تقيم علاقات مع كل القوة التي تستطيع التأثير في النظام الدولي لكي يصبح نظاما تعدديا حقيقيا ومن مصلحة مصر أن تفعل ذلك وأن تساعد مع الدول الأخرى على أن تكون هناك منظمة أمم متحدة قوية وفاعلة وأن يكون هناك مجلس أمن أكثر اتساعا وله طريقة مختلفة في اتخاذ القرار وتحجيم قدرة أي دولة مفاردة على استخدام الفيتو إلى آخر وبالتالي هناك مجال واسع للحركة أمام مصر الجديدة أمام مصر المستقلة ولكن قدرة مصر على لعب هذا الدور سيتوقف أولا على درجة الاستقرار السياسي في الداخل ومتانته وعلى استعادة مصر لدورها العربي لدورها الإفريقي لدورها في العالم الثالث ولديها إمكانية لتفعل هذا بشرط أن تقدم نموزجا داخليا قويا ديمقراطيا حقيقيا يعتمد على الإرادة الشعبية إذا نجحت مصر في إقامة نظام سياسي قوي وراسخ وقادر على أن يرسم سياسة خارجية مستقلة أعتقد أنه يستطيع أن يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تتعامل معه كند وكشريك وليس كتابة وهذا هو المطلوب وأعتقد أن مصر تستطيع ذلك بشرط أن تنجح في ترسيخ دعائم نظام ديمقراطي قوي ومستقل أستاذ طارق أنت أشدت بكلام السيد بوتين في الجزء قبل قليل فيما يتعلق بمصر هل بالفعل يمكن أن تلعب روسيا دور الولايات المتحدة في علاقتها مع مصر أم أن الاتحاد السوفيتي كما قال الدكتور حسن انتهى وذهب إلى غير الرجعة وروسيا ليست الاتحاد السوفيتي يعني إلى حد بعيد أنا أتفق مع الدكتور حسن نفع أن الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا هذا الأمر يعني حقيقة ولكن روسيا دولة مهمة جدا وروسيا لا تقل عن الولايات المتحدة في جوانب عديدة وتتميز عنها في جوانب أخرى فعلى الأقل عندما يكون الشريك الاستراتيجي الكبير له تاريخ وله ثقافة ويفهم في الأبعاد الثقافية للعلاقات السياسية والاستراتيجية هذا أجدى من التعامل مع قوى عظمة تملك المال وتملك العلم ولكن تملك القليل جدا من الثقافة والفهم أعتقد أن روسيا ستكون شريك مهم جدا لمصر ولكن كما قال الدكتور حسن ليس روسيا فقط هناك اللاعب الثاني على مستوى الاقتصاد هو الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الصين قريبا سيكون الاقتصاد الهندي هو الرابع ثم الثالث هذه كلها قوى مرشحة لكي تكون من حلفاء مصر ولمصر علاقة تاريخية بالصين في عهد جمال عبد الناصر وماوت سي تونج وشواين لاي وأيضا مع الهند فالتقارب الثقافي بين مصر وروسيا والهند والصين يسمح بعلاقات أو تضمن العلاقة مع الولايات المتحدة العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة مؤلمة لأنها خالية من الثقافة تماما تماما لا يوجد فيها محل للثقافة يعني انظر إلى مأساة بطرس غالي في التعامل مع مادلين أولبرت مادلين أولبرت التي لا يمكن أن تكون أكثر من تلميذة صغيرة لبطرس غالي كانت تعامله كما يتعامل السيد مع عبيد أو أقلان الأرض في القرن التاسع عشر لماذا لخلو السيدة والجهاز الذي وراءها من الثقافة الثقافة ليست مكون في العقل الأمريكي للأسف الشديد ومصر ستكون أسعد بكثير بعلاقات متوازنة مع روسيا ومع الهند ومع الصين مع أولئك الذين أنا يا أخي وقفت ساعتين مع الرئيس بوتين وحضرت معه اجتماع وتكلمت وحضر كلمتي وهناك شاهد من سكاي نيوز كان هناك السيد عمر عبد الحميد معنا في هذه الاجتماعات الرجل يكلمني عن الأسرة الثامنة عشر في مصر ويكلمني عن محمد علي ويكلمني عن طه حسين ويكلمني عن نجيب محفوظ وأنا أذهب إلى كل مراكز البحوث في أمريكا حيث الصفوة الأمريكية وأرى أن هناك مأساة كبيرة في التكوين الثقافي الأمريكي هذه المأساة تنعكس على السياسة الخارجية طارق داني أستمع إلى رد من دكتور بولوك على بعضها مأساة في التكوين الأمريكي هناك إخفاق ثقافي في فهم التحولات وفي فهم المجتمعات في منطقتنا ما رأيك دكتور بولوك طبعا أنا بكل الإحترام أنا لا أتفق مع الزميل وللأسف الشديد أنا أعتقد أن المقارنة بين ثقافة روسيا وثقافة أمريكا بالنسبة للشرق الأوسط أو لمصر بشكل خاص أنا أعتقد هذا غلط تماما أنا أعتقد أنه وأنا أمثل شخصيا في حياتي وأنا أعرف كثير من الزملاء كذلك في أمريكا أمثل التقدير والتقييم لحضارة مصر ولتأريخ مصر في أمريكا في جامعات وفي معاهد الأبحاث وكذا وكذا وفي الصحافة الأمريكية وفي الإذاعة الأمريكية ولذلك أنا شخصيا أنا أعتقد أن هناك احتمال لتجديد وإحياء العلاقات المصرية الأمريكية على أساس التفاهم العميق الثقافي التاريخي بالإضافة إلى المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة شكرا جزيلا لك الدكتور ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى شكرا لضيفي من القاهرة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوب السياسية وشكرا لضيفنا من لندن الأستاذ طارق حجي الخبير في الشؤون الدولية غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية نلتقي على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر